الفقيد المجهد عبد الرحمن اليوسفي هو شخصية متعددة لأبعاد لأنه يجمع ما بين أولاً رجل الوطني المقاوم ورجل سياسي لواصل النضال من أجل الديمقراطية ورجل حقوقي أيضاً لأنه عنده بعد حقوقي وممارسة حقوقية بالإضافة لأنه محامي ولكن كذلك عنده بعد آخر من الأبعاد المعروفة هي البعد أيضاً للعمل الصحفي والإعلامي فهذه مسألة طبعاً معروفة في كل الرجالات الكبار الوطنية والسياسة كانت بصفة عامة كي يشتغلوا في المجال الصحفي والإعلامي وفي الكتابة لأنك يعتبروا بأنه العمل الصحفي هو وسيلة أساسية للدفاع على الأفكار والتعبير على المواقف هو امتداد لأعمالهم السياسي والحقوقي والنضال الوطني فإذن منذ البداية واهتم بهذا البعد هذا كان عنده حس مرهف فيما يتعلق بالوعي ديالو بأهمية الصحفة والإعلام لذلك كان من المؤسسين الأوائل لاتحاد العام الصحفي العرب وهي منظمة عربية جمعات النقابات العربية في العالم واللي كانت مهمة على صعيد الدفاع على ولنحرية الصحفة ولكن في نفس الوقت في كل القضايا القومية وفي كل القضايا الوطنية وفي كل القضايا اللي كانت أنا ذاك في مقاومات الاستعمار أو مخلفة الاستعمار وفي مساندة القضايا ديال الشعوب العادلة التحرور والاستقلال والديمقراطية وطبعا في نفس الاتجاه كان أيضا من المؤسسين ديال النقابة الوطنية للصحفة المغربية فكان هو مجموعة من الناشرين أنا ذاك واللي كتعرف بعد في البداية كانت سنة 1963 كانت الصحفة المغربية في بداية الاستقلال مازال صحفة اللي كانت أدوارها بالأسس هي أدوار الدفاع للمغرب الجديد للمغرب الاستقلال وطبعا هو كان فيه جريدة التحرير اللي هي جريدة كانت مناضلة في المعارضة وهذا اللي أدى إلى أنه تعرض لعدد من المتابعات واتقالات ومحاكمات إلى آخر فالفقيد المجاهد عبد الرحمن اليوسفي كان كيعتبر بأن الإعلام والصحفة هو واحد البعد أساسي ووسيلة أساسية وأداة رئيسية في الدفاع على المواقف السياسية وعلى القضايا الحقوقية إذن العمل دياله في جريدة التحرير كان كيأخذ هذا البعد هذا أيضا ومنسوش بأنه حتى لما كان في المنفى كان دائما مرتبط بهذا العالم الحقوقي وبالعالم الإعلامي سواء من خلال العلاقات من خلال الصدقات من خلال الكتابات من خلال الاهتمامات دياله المتواصلة المستمرة لذلك كان دائما مرتبط بجريدة الاتحاد الاشتراكي إلى أن أصبح هو المدير النشر جريدة الاتحاد الاشتراكي جريدة الاتحاد الاشتراكي في عهده لما كان مسؤول كان جريدة قوية كانت هي الجريدة الأولى في المغرب وبالرغم من أنه شارك في الحكومة استمرت الجريدة في نفس التوهج دياله لعدة أسباب منها أنه أيضا هو كان عنده وعي وإلمام قوي بالعمل الصحفي فخلال العلاقات اللي كانت أنا عندي معه كصحفي أنا داك كنت كان عدد من المرات كي صدرت وجهات كيتصل كيقول انتبهوا لدي مسألة هل مقاربة اللي يمكن تعملوا لهذه القضية هذه راه كين خبر جديد طلع لأنه كي يتبع ما يحصل في العالم كيتسنت إلى الراديو في الصباح الباكير كيتبع الإداعات العالمية وغيره فكان منتبه بشكل دقيق إلى ما يحصل سواء في المحيط العالمي في المحيط الإقليمي وأضاء أيضا على الصعيد الوطني التوترات اللي كانت حصلت إذن نحن أمام واحد رجل اللي كانت عنده الطاقة والقدرة والنج نجو الحكمة السياسية باش أنه ما يفرط حتى في بعد من الأبعاد سواء السياسية الحقوقية الإعلامية الوطنية هذا هو اللي كي يميز هات الشخصية هذي اللي بفقدانها المغرب كيف قد أحد أهم رجالته كيف قد قائد من القادة الوطنيين ما تنساش تأبوني فلاشين وتأكتفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هذ براس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر